على خطى الحرس الإيراني تمضي ميليشيات الحجد لبناء إمبراطوريتها الاقتصادية بعد سيطرتها عسكريا وسياسيا لم يكن إعلان تأسيس شركة المهندس مجرد صدفة بل بداية لشرعنة عمل الميليشيات وغسيل أموالها بحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى والذي قال إن أول مشاريع الشركة هو الإعلان عن البدء بغرس مليون شجرة في محافظة المثنى مشروع يثير الريبا بتوقيته والظروف المحيطة به مع انتقال ملكية أرض تبلغ مساحتها مليون يد من عراقي للشركة وفق المعهد الأمريكي ما ينطلق به الحجد الشعبي اليوم من جهد لبناء هذه المزرعة التي تقوم على الانتهاء من زراعة مليون نخلة نسيجية في هذه المنطقة له أهداف كثيرة وبحسب حديث الفياض فإن الحجد سينتقل إلى مستوى أعلى من المشاركة في الاقتصاد والإعمار وهي نقاط تأخذ الميليشيا للهدف الذي تطمح له باستنساخ نموذج شركة خاتم الأنبياء التابعة للحرص الثوري الإيراني والتي تمتلك قدرات هائلة تفوق قدرات مؤسسة الدولة الإيرانية نفسها ويكشف المعهد أن زعماء الحجد قاموا بعدة خطوات سابقة لتمكين الشركة قبل تأسيسها حيث أصروا عام 2018 على نقر أراض ومعدات وعقود تتبع لشركة المعتصم التابعة للدولة إلى ميليشيات الحجد لكن واشنطن عرقلت محاولتهم أما المسعى الثاني جاء في شباط عام 2021 حين لجأ الفياض ورئيس الأركان الجديد في ميليشي الحجد أبو فدك إلى التهديد والضغط لتأسيس الشركة لكنهما فشلا مؤقتا إلى أن تم لهم الأمر في تشين الثاني عام 2022 في عهد حكومة السوداني ويقول معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن غرس مليون شجرة قد يكون مبررا لأعطاء الحجد أراضي هائلة تبلغ مساحتها 9% من مساحة أراضي محافظة المثنى لكن غير المنطقي في القضية أن المنطقة المختارة تفتقر إلى الموارد المائية الكافية للزراعة بينما تتوفر خيارات أكثر عملية بين نهري دجلة والفرات لكن الخيار العملي وغير المعلن بالنسبة لزعماء الحجد تمتع هذه المنطقة بموقع استراتيجي على الحدود مع السعودية وهي ذات المنطقة التي هاجمت منها الميليشيات سابقا بالطائرات المسيرة كل من الإمارات والسعودية ترجمة نانسي قنقر